تفقد محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 بشاه اللواء الركن أحمد تركي إصلاحية السجن المركزي بصبر مديرية توبن بعد تاهيله بتمويل حكومي إثر تعرضه لتدمير مقبل الميليشيات الإقلابية أثناء الحرب في العام 2015 وخلال الزيارة طلع المحافظة من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس عبد الكريم عبد الله على سير العمل ونسبة الإنجاز والذي بلغت 70% في جميع الأقسام ما بعد تعرضه للتدمير الممنهج من قبل الميليشيات الإقلابية مشددا على مكتب الأشغال العامة والمهندسين المختصين بسرعة إنجازه وتأهيله بما يتناسب مع وضع السجناء ومكاتب القضاء لضمان وسلامة الإجراءات القضائية ومتابعة حالة السجناء وأكد المحافظ على أهمية دور القضاء في المحافظة وسرعة البث في قضايا المواطنين أولا بأول في مختلف مديرية المحافظة مشيرا بأهمية دور إصلاحة سجن صبر المركزي في حالة إنجازه بالنسبة للقضاء ومتابعة أحوال السجناء ويساعد على سهولة عمل الإجراءات القضائية بشكل سلس